موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء معكم الأستاذ المهندس محمد نور بمادة رياضيات أورطة أورة ميتماتيك أون درس كتابه وصلنا بهالكتاب على الصفحة 210 وصلنا على التمرين رقم 25 يقول لي بها التمرين ما تنتمي لر X مربع ناقص 4X زائد 2M ناقص 3 تساوي الصفر V 2X مربع ناقص 6X زائد 4M زائد 2 تساوي الصفر دين كلام لرنين برار كوكو أنا أولدون أقري بكوكو كاتش أولدون بلونوز يعني عبي يقول لي بهالمعادلتين بيحتوه المعادلتين على جزر واحد يعني جزر مشترك بين هالمعادلتين هدول بده أوجد له هالجزر هاد طيب لحل هيك معادلة نتذكر سوا كيف كنا نحل بالمعادلة اللي من الدرجة الأولى عند اللي نوجد الحل المشترك أو لتجزومكم مثاله لمعادلتين من الدرجة الأولى هون بنفس الطريقة يعني بدنا نحل المعادلتين في بعضهم كيف كنا هنيك نعمل كنا أما نستخرج X من هالطرف ونعوضه بهالطرف هاد أو كنا قبل كمان نجمع المعادلات مع بعضها أو كنا كمان نطرح المعادلات من بعضها هلأ هون بهالمثال حلة بطريقة جمع المعادلات كنا أذا بتذكروا عند نجمع المعادلات نساوي الأمثال تساوي بعضها يعني كان عنا لحنا من الدرجة الأولى مثلا Y زائد X ساوي مثلا 20 وكان يكون عنا معادلة تانية مثلا 2Y زائد مثلا X تساوي 40 كنا شو نعمل؟ كنا نساوي أمثال مثل بعضها يعني هون عندي زائد X وهون زائد X إما أضرب هالمعادلة بناقص ووقت الأجمعة يصير عندي زائد X ناقص X أتخلص من مجهول أو كنت أضربها ب2 مثلا هيك نوع من المعادلات أضربها هون بناقص 2 كمان يتصير عندي ناقص 2Y أتخلص أثناء الجمع من الوايات وأطالع قيمة X هلأ بالمعادلات من الدرجة الثانية منحاول نتخلص من قيمة المربع يعني من قيمة الدرجة الثانية نحاولها لوين لدرجة أولى طيب هالمعادلة وهالمعادلة إذا أجمعهم مع بعضهم وأساويهم مثل ما أقول فلازم أضرب هاي المعادلة بناقص 2 إذا ضربت هاي المعادلة بناقص 2 فبصير عندي هون ناقص 2X مربع لما بجي بجمعهم بصير عندي ناقص 2X مربع زائد 2X مربع بطيروا مع بعضهم وهذا الشي اللي هو سواهون ضرب هاي المعادلة كليتها بناقص 2 إذا ضربناها بناقص 2 لاحظوا رح يصير عندي هون ناقص 2X مربع بعدين هون اضربوا الناقص 4 بناقص 2 فبصير زائد 8X هون بناقص 2 فبصير ناقص 4M كمان هون بناقص 2 فبصير زائد 6 حتى لهالمعادلة بعد ما ضربه جمعها مع المعادلة اللي موجودة هون فصارت عندي ناقص 2X مربع متل ما اشتغلنا عليها فصار عندي هون ناقص 2X مربع متل ما طلبنا وهون كمان زائد 2X مربع فبطيروا مع بعضهم هون بجي على الجمع عندي 8X وعندي 6 ناقص 6X فبيبقى 2X طيب بجي لهون بلاحظ عندي 4M وناقص 4M كمان هدول راحوا مع بعضهم هلا بيبقى عندي هون 6 و 2 8 طيب بنقول 8 معنا تلاحظوا صار عندي معادلة من الدرجة الاولى بسيطة بنقول الزائد 8 للطرف الثاني فبصير ناقص 8 بقسم على 2 فبتصير عندي X تساوي ناقص 4 طبعا هاي الاكس اللي تساوي ناقص 4 هي مشتركة بين معادلتين يعني هم تحقق هاي المعادلة هم تحقق المعادلة الثانية طبعا ما ننسى عندنا منضرب المعادلة كلها بنفس الرقم ما بتتغير قيمة المعادلة وكمان عند المنقسمة على نفس الرقم كمان نفس الشي ما بتتغير قيمة المعادلة هلا وصلنا هوني على الامثلة الغير محلولة الاشتر مالار طيب بالسؤال الاول اي اللي اشادة فيريلان دين كلام لارين تزوم كوميسين بولونوس يعني بده اوجد له مجموعة الحلول لهالمعادلات الموجودات عندي هون يعني بده اطالع له جزور المعادلات لالهم يعطيني معادلات من الدرجة الثانية بده اطالع له حلن طيب المعادلة الاولى عبيقلي اكس مربع ناقص 25 تساوي الصفر انقلوا الناقص 25 لهالطرف بتصير عندي الاكس مربع تساوي 25 اتزولوا الطرفين فبصير عندي الاكس واحد تساوي ناقص 5 والاكس اتنين تساوي زائد 5 اللي هي جزر 25 طيب المعادلة التانية عبيقلي اطنين اكس مربع ناقص 11 اكس تساوي الصفر طيب هون لاحظوا عندي عامل مشترك هون وهون اللي هو الاكس طيب منطالع الاكس عامل مشترك فبصير عندي اكس مضروبة مين بقي عندي من الاكس هون عندي طلعت اكس واحدة عامل مشترك فبيبقى هم الاثنين هم اكس فبقي عندي هون اثنين اكس طيب كمان هون عندي اشارة ناقص فبحط ناقص طلعت اكس واحدة عامل مشترك فبقي Hannet مين عندي الاكس معنات اها اول اكس هون كلها تساوي الصفر ما ننسى معناتها اول اكس تساوي الصفر اللي هي اكس واحد بقول اما اكس تساوي الصفر او هالقوس هاد يساوي الصفر فا اكس واحد تساوي الصفر او اكس اثنين اش تساوي لاثنين اكس ناقص 11 تساوي الصفر طيب معناتها بقلب الى ا zooming للطرف الثاني فبصير إشارة موجبة بتصير 11 على مين؟ على أمثال X بقسم على 2 إذن أول حل بيطلع معي X تساوي 0 ثاني حل بيطلع معي X تساوي 11 على 2 هلأ بجع على المعادلة الثالثة لاحظوا عطيني معادلة X مربع ناقص 10X زائد 21 عطيني معادلة بسيطة من الدرجة الثانية فيها A و B و J عندي احتمالين للحل يعني أمامي طريقين الأول أني تعحلة تحليل مباشر ألاقي عددين ضربهم في بعضهم يساوي 21 وجمعهم مع بعضهم يساوي ناقص 10 أو أني تعحلة عن طريق الدلتة الآلة ألا تساوي 1 البيت تساوي ناقص 10 والجي تساوي 21 أنا بفضل أني تعحلة بما أنه عندي هون الأمثال 1 ففورا بلاقي عددين ضربهم في بعضهم 21 بفتع أقواس بهالشكل بفتح هيك X وهون كماني بفتح X تانية هي X وهي X طيب بدي عددين ضربهم في بعضهم يساوي 21 طبعا هنين السبعة بتلاتة هاي سبعة وهاي تلاتة طيب بالنسبة لإشاراتهم تنتينتهم لدي يكونوا موجبات لدي يكونوا سالبات ليش؟ لأنه ضربهم في بعضهم يساوي زائد 21 فمعناته بطلع هون جمعهم مع بعضهم يساوي ناقص 10 إذا بدأ أجمعهم هدول اتنينتهم مع بعضهم يطلع ناقص 10 فاتنينتهم لازم يكونوا ناقصات فصار عندي ناقص سبعة وناقص ثلاثة معناته قيمة الـ X بقول إما هل حد يساوي الصفر أو هل حد يساوي الصفر معناته إما X تساوي بنقل السبعة للطرف الثاني كانت ناقص فبتصير زائد هاي X واحد وإما X اتنين أو X اتنين تساوي هاي ناقص ثلاثة كمان بنقل للطرف الثاني فبتصير ثلاثة معناته إما X تساوي سبعة أو X تساوي ثلاثة هلأ باجي على المعادلة الأخيرة لاحظوا المعادلة الأخيرة ناقص ثلاثة زائد 10 X ناقص 15 كمان عندي احتمالين إما أحولها لجدع عوامل أو أحلها حسب الدلتا هلأ أنا عندما بتكون الأمثال هون تساوي الواحد بفضل الدلتا بتصير أسرع طيب إذا بدأ حلها عن طريقة الدلتا الدلتا إيش تساوي طبعا مع الانتباه إنه هون ما جبرني بطريقة اللي فقط أوجد الحلول ما أهمه الشي الطريقة اللي ممكن أنا أستخدمها طيب بمربع الإدعش مربع 120.21 ناقص أربعة من القانون مضروبة هون عندي ناقص اثنين مضروبة بنائص خمستاش بتطلع ثلاثين يعني مضروبة بثلاثين طيب عندي هون 121 ناقص أربعة بثلاثين 120 معناتها تطلع معي الدلتا واحد فقط هلا باجي بطالع إكس واحد وإكس اثنين هاي إكس واحد تساوي عندي ناقص ب كان القانون يقول لي ناقص ب يعني ناقص الإدعش ناقص ب زائد جزر الدلتا جزر الدلتا شقد يساوي جزر الواحد واحد على شقد على اثنين مضروبة ب طيب فبصير عندي ناقص أربعة هاد الحد شقد يساوي عندي ناقص اثناش زائد واحد فبصير ناقص عشرة ناقص عشرة على ناقص أربعة فبصير الإشارة زائد وعشرة على أربعة بقدر باختصر على اثنين فوق وتحت فبصير عندي خمسة على اثنين هاد الجزر الأول الجزر الثاني يعني اكس اثنين اش تساوي تساوي نفس هاي ولكن هون الإشارة رح تصير عندي ناقص هاي ناقص واحد على ناقص أربعة طيب ناقص ادعش ناقص واحد فبصير ناقص اثناش ناقص اثناش على ناقص أربعة فبصير أول شي زائد اثناش على أربعة تطلع ثلاثة إذن الجزر الأول هو اكس واحد ويساوي زائد خمسة على اثنين والجزر الثاني هو اكس اثنين ويساوي ثلاثة بالسؤال الثاني عبيقلي اكس مربع ناقص اثنين اكس ناقص ستة تساوي الصفر يعني بده أوجد له الجزر الصغير لها المعادلة من نص سؤاله بفهم انه لها جزرين معادلة بده أوجد له من نون لصغير طيب هاي المعادلة اكس مربع ناقص اثنين اكس ناقص ستة عدلتها يعني باستخدام مميز الدلتة فبيصير عندي ب مربع يعني ناقص اثنين للتربية ناقص اربعة مضروبة ب ا بج ا واحد جي ناقص ستة فبيصير عندي ناقص اربعة مضروب بناقص ستة بطلع عندي زائد اربعة وعشرين فبيصير عندي اربعة زائد اربعة وعشرين بيطلع تمينة وعشرين طيب معناته حسب الدلتة منقول اكس واحد اش تساوي اكس واحد تساوي ناقص الب الب عنديها ناقص اثنين ناقصة فبتصير زائد اثنين ناقص جزر الدلتة على اثنين مضروبة با ا واحد فبتبقى اثنين طيب جزر الدلتة ما هو الاثمينة وعشرين هي تساوي اربعة مضروبة بسبعة طيب اذا كانت هي تحت الجزر اقدر بطالع الاربعة لبرة ليش بجزرة وبطالعة بتصير عندي اثنين جزر الاربعة اثنين جزر الدلتة جزر اللي بقي جوا مين بقي بقي عندي السبعة طيب معناتها جزرة اثنين جزر السبعة على اثنين لاحظوا هون عندي اثنين وهون عندي اثنين وهون عندي اثنين اختصروا هاي اثنين معها اثنين معها اثنين فبصير عندي واحد بالمقام ما بقى لمقام فبصير عندي الناتج واحد ناقص جزر السبعة هو بده عبيقلي اوجد له الكوشوك اولان يعني الاصغر طبعا هذا الاصغر واحد ناقص جزر السبعة لانه التاني ايش رح يطلع عندي رحطي الاشارة هون زائد. الثاني بصير عندي اتنين زائد جزر الدلتا على اتنين مضروبة بآ اللي هي اتنين. فبيطلع عندي واحد زائد جزر السبعة. كوشوكولان هاد. هاد هو الحل المطلوب. بالسؤال الثالث عبيقلي ما لا تساوي للثلاثة. في ما بتنتمي لآر. طيب عاطيني معادلة من هالشكل. ما ناقص ثلاثة. هي كلا ياتا تمثلي امثالي الاكس مربع. ناقص ثمين اكس زائد واحد تساوي الصفر. واي اللي. يعني اوجدولي المجال لبتاغدو قيمة الام. اذا ما كان لهالمعادلة جزور حقيقية. طيب اذا ما كان للمعادلة جزور حقيقية. معناتها لازم تكون دلتا اصغر من الصفر. طيب ازا ان دلتا اصغر من الصفر. معناتها البي مربع ناقص اربعة ا بج هي اصغر من الصفر. بنشيل بنعوض. الناقص الثمانية للتربيع تطلع معي اربعة وستين. مربعة تمانية اربعة وستين. ومربعة السالب موجب. طيب ناقص اربعة من القانون مضروب با مضروب بج. ج واحد زاتة ما حتأثر. مضروب با مي ناقص تلاتة. طيب هي كلاتها اصغر من الصفر. بفك هالشكل هاد. هالقوس هاد ناقص اربعة مي تطلع معي ناقص اربعة مي. كمان اي ناقص اربعة مضروب بناقص تلاتة بتطلع زائد اطناش هي كلاتها اصغر ومن الصفر. اطناش واربعة وستين تطلع ستة وسبعين. طيب ستة وسبعين ونقلت الاربعة مي للطرف التاني كانت سالب صارت موجب. بقسم هلا على اربعة ستة وسبعين تقسيم اربعة بيطلع تسطعش. معناتها المي اكبر من مين? من تسطعش. ازا ده اكتب على شكل مجال بقال له المي بتبلش من التسطعش. بتروح لعندي زائد لنهاي. طبعا بحط له الاقواص اللي ماي داخلي. ليش? لانه مافي عندي مساواة. عندي اكبر تماما متسطعش. بالسؤال الرابع عبيقلي ماي لا تساوي ناقص تلاتة. وكمان ماي تنتمي لار وعيطيني معادلة من هالشكل. ماي زائد تلاتة. هي كلها ياتا اكس مربع. امثالا لل اكس مربع. ناقص ماي بي اكس. ناقص تلاتة اكس. زائد ماي تساوي الصفر. دينك لامنن. شاكشك اكيكوكو. قول مضينا كوري. ماي ديريني بولونوس. يعني عبيقلي. ازا كان عندي الجزرين في هالمعادلة اتنين اياتهم متل بعضهم. مام الجزرين متل بعضهم. وكانت عندي المعادلة هاي. بده اوجد له قيمة الام. طيب اي ما تبكون الجزرين متل بعضهم? حكينا عندما تكون الدلتا تساوي الصفر. طيب الدلتا تساوي الصفر معناتها بقول باحسب الدلتا وبساوية بالصفر. لكن قبل ما احسب الدلتا لازم ارجع المعادلة لشكل النظامي. هاي. مايشكل النظام. لاحظوا هون عندي ام بي اكس. وعندي كمان ثلاثة بي اكس. لازم كل المضروبات بي اكس يكونوا مع بعضهم. كل المضروبات بي اكس مربع يكونوا مع بعضهم. والسوابط كمان يكونوا مع بعضهم. لا قدر اميز ما بين الا والب والج. طيب صلحت هاي مصلحة وجازلة هون. هون من هدول التنتين بطالع عن ناقص اكس عامل مشترك. طالعت ناقص اكس عامل مشترك. ببقى عندي الام او المي زائد الثلاثة. طيب زائد مين؟ السوابط ما في عندي غير المي. هدا كل ياتو لازم يكون دلتة تبعيتو يساوي الصفر. فصار عندي هيتمثلي البي مربع السالب موجب. مربع له هاد بحط له مربع فوقه. ناقص اربعة من القانون مضروبة با. ا مين بتمثلي اياها؟ المي زائد الثلاثة. مضروبة بجي. الجي مين عوضا عنها؟ هي المي الموجودة عندي هون. طيب تساوي الصفر. لاحظوا حدين فيون حد مشترك. بقدر بقسم المعادلة كلها على هالحد اللي هو مي زائد الثلاثة. من هون مي زائد الثلاثة بتطير. ومن هون وحدة من هالمي زائد الثلاثة بتطير مع هاي. فبصير عندي هالشكل هات اللي هو مي زائد ثلاثة. ناقص اربعة مي تساوي الصفر. بنقول ناقص اربعة مي للطرف الثاني. فبتصير عندي مي زائد ثلاثة تساوي اربعة مي. كمان بنقول هال مي الموجودة هون للطرف الثاني. فبتصير اشارة ناقص. كان عندي اربعة نقص وحدة فبصيره ثلاثة. وهون بقيان عندي بالطرف الثاني ثلاثة. بقسم طرفين المعادلة على ثلاثة او بقسم المعادلة على امثال الام. فبتطلع معي ال M تساوي 1 وهو المطلوب هلا بالسؤال الخامس كمان عبقلي المية تنتمي ل R وعطيني هالمعادلة هاي X مربع ناقص 4 X زائد 2 M تساوي 0 دينك لمنن فارقل إكي يعني هاي المعادلة إلى جزرين عبقلي إلى X1 وإلى X2 طيب المعادلة الثانية X مربع زائد 6 X زائد 1 زائد 11 تساوي 0 دينك لمنن فارقل إكي يعني ما لا ولا جزر يعني بفهم منحكي هاي الدلتة تبعيتها أكبر من الصفر هاي الدلتة تبعيتها أصغر من الصفر بكمل يكاردكي فيريلان بوبلغي لرقوري مينن كاتش فارقل تامسي ديارة ألا بلجين بلونس يعني وجدوا القيم لخرج ضغداء أو كم قيمة خرش ضغداء بالاعتماد على المعلومات اللي عطيناكم ياها فوق طيب قلنا بالمعادلة الأولى الدلتة رح تكون أكبر من الصفر لأنه إلي جزرين فباخد الدلتة تبعيتها بمربع يعني ناقص أربعة للتربية بتطلع 16 ناقص أربعة من القانون مضروبة بآ مضروبة بجي جي عندي 200 بأربعة بتطلع 800 أكبر من الصفر بقسم طرفين المعادلة على 8 فهون بصف 2 بنقل المي للطرف الثاني فبتطلع عندي المي أصغر من الاتنين هاي أول معلومة أخدتك المعلومة الثانية من المعادلة الثانية هاي الدلتة تبعيتها أصغر من الصفر لازم تكون باخد البا مربع اللي هي 36 ستة بستة 36 ناقص أربعة مضروبة بآ ما عندي آ عندي واحد ما بتسوي شي مضروبة بمي زائد 11 طيب ناقص أربعة صفيت عندي مضروبة بمي زائد 11 أصغر من الصفر بفك هالشكل هاد ناقص أربعة بمي ناقص أربعة ناقص أربعة بـ 11 ناقص أربعة وأربعين بجمع هالرقمين مع بعضهم بيطلعوا ناقص أثمانية 36 وناقص أربعة وأربعين بطلعوا ناقص أثمانية وبنقل الأربعة أم للطرف الثاني فبصير عندي من هون أربعة أم من هون ناقص أثمانية بقسم على أربعة على أمثال الأم فبتصفي عندي من الثمانية ناقص أثمانية تقسيم أربعة بيطلع ناقص أثنين طيب ناقص أثنين معناتها الأم أكبر من ناقص أثنين لاحظوا الام اكبر من ناقص اثنين طيب اكتشفت انه الام تقع ما بين الاثنين وما بين الناقص اثنين طيب اذا ما كانت ما بين الاثنين وما بين الناقص اثنين فما في عندي لاحظوا هون ما في عندي مساواة يعني هي لا تساوي الناقص اثنين وبدو التام صيح اللي بيناتن في عندي من ناقص اثنين بعد عندي ناقص واحد بعد عندي صفر بعد عندي واحد اذا هل ثلاث قيام هنين القيام المطلوبة لهون ينتهي درسنا لليوم شكرا لحسن أصغائكم نلتقي بالدرس القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة